السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في الدخصة السابقة عن كلمة frequent إن شاء الله في هذا الدخصة سنكمل المشوار وننهي ما بدأنا فيه part 1 أساس ندخل إن شاء الله إلى part 2 اللي هي phrasal verbs لدينا لدينا الأمر ٤٠ لدينا الأمر ٤٦ المنمس يعني قريبا أو قريبا 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 أو قريبا معنا عدتها إنوه اللمحة يعني القاء النظرة سريعة المحة مثل ما نقول سكيمين أو شكراً من شيئاً هذا ليس كذلك هذا ليس كذلك هذا الصباح نحن أولاً للمشاهدة بيوتو بيوتفول شور لاي شوف مثلا تقلمش دائما مثلا اينا نطلقها مثلا الحب مثلا من اول نظرة شوف مثلا اشارها مثلا قصة شنو روميو جولييت لما احب روميو مثلا جولييت من اول نظرة فورتيتو ويهب ديورد ريسينت دان ميد او او ارقيرن ريسينت او لو قلنا ريسينتلي فهي شي حدث ريسينت منذ لحظات فقط او انه مثلا ما تجاوز مدة طويلة يعني مجهد ريسينتلي لما مثلا هذا الشي حسن لو بانتقل الى الشي الان يحدث بقول الوصلة ما بين الماضي والمضارع نسميه شي ريسينتلي لكن لو ماضي مش نعم بعيد بقول بحط او مثلا بحط فت او مثلا دراسات الحديثة لن نجد ام يقول ريسينتلي او ريسينتلي دعا مثلا تشوفو recent studies درسات الحديثة اثبتت انا على شيء معين في درسات الحديثة منذ العثور 43 دقا معين انه يبدو 10 انا على ع eccليا أخيتي مجتمعي لديه مجتمع لديه مجتمع لأنه سيكون أفضل من الأول الكثير من السكان انتخلوا من هذه المدينة الى مدينة اخر مثلا في العشر سنوات الماضية ولهذا عدنا decade الى عشر سنوات وفيه عدنا century الى القرن وفيه عدنا حاجة كلمة نسميه generation الى الاجيال و هنا طبعا لاي السنة 44 هزي طبعا لاي تردد فيه اكت كوكلي بي اندسايد او مثلا not sure هالكيلا هشون الشخص متعدد فالهذا احان نقدع ما نكتبها في الرسالة في الايميل لما نكتب الجملة الوداعية مثلا ارجوك لا تتردد وراسني من جديد او مثلا حيانا نقول مصطلع اخر ارجوك احنتك من الوداع خليك على تواصل مع الا لحال عساس نمنع مثلا تردد من الشيء فيدد ان تقوم الى اشترك كوكلي او ان تطاقق او او ان تفادل او او اعطاق او افراد شئ أخر thing. 1. 3. 4. 4. 5. 5. 6. لدينا الآن هنا في الكلمة غير صحيح غير صحيح او مثلا sense اللي هي من الحاسة والحواسة بس اضفنا له sensible غير مصدق يعني عدنا الآن غير معقول غير مصدق منافل العقل وفي عدنا كلمة فولش تأتي بمعنى اخر مثلا احمق او سخيف وهذا العقل اشوف المثال اه انه اصدقى ان اصدقى ان اصدقى ان اصدقى ان اصدقى لقلنا شنو معناته ان اصدقى ان اصدقى ان اسه بيشكل عام غير معقول غير معكول غير منافل العقل غير معقول يعني معارض معارض غير موافق عندنا الاغريمت موافقة بدون اغريمت معنى موافقة غير موافق فالكونفلينت له نزاع صراع خلاف وما شابل هادا المصطلحات المرادفة لهي التعني هادا موافقة ما على الشي كان هناك صراع وصوت عالي مثلا نويزي خصوص من هو أفضل لعب وهذا مثلا هو صعب مثلا في الكونا بين شجين رائع مدريد وبرشلو من سابع القر من سابع القر كونفلكت من بحضل وآخر ثم نصر بحضل لدينا منتعي انضاء كبار أقلية من الشيء منك منتعي 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 نصر مقلية مش مينيمم من حد الأدنى الآن نتكلم عن مينيتوري هل هي أقل مثلا من 50% اللي هي الأعلى مثلا من 50% اللي هي تفوز من نسبة التصويت مينيتوري لا تخسر نسبة التصويت ناتف امركان مينيتوري في الانترين سكان مثلا أصلين مثلا بخلق القنود الحمر يعتبر مينيتوري في الانترين 48 فكشن that it was that watch is imagined لح شي خيالي شي خيالي imagine not true دائما ما تكون مثلا الافلام مثلا الوليوت لعلم الصلاح الفكشن فكشن story not true imagine الشيء كل خيالي اللي فلحظه ستوري 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 اللي هي ممنوع أو الطائب أو ممنوع من عمل الشيء أو مثلا القانون يمنع الشيء مفروض من القانون فربتد با دلو أو اثيراتي برهابت ممنوع شو ما حدو؟ دلو أو حبت دلو أو حبت دلو أو حبت دلو أو حبت يعني اللو يمنع القانون يمنع مثلا حياظة الأسلحة أو مشابة ستوري ستوري معناته شنو؟ فاة أو ممنوع أو ممنوع أو أهوم هلا كلها تأتي المصطلح واحد جدا مهم أو ضوري الآن أعمل أهوم ضور القيام بهذا الشيء الآن مثلا ما نقول وفعله حالاً Urgent هل من ذلك ما نقول Urgent Care اللي هي عيادة في عيادة هاد كله نسميه بسرعة Urgent محتاج له العناية أو الشي وبذلك يكون انت هنم هادا السكشن يعني ادنى 50 words بالاضافة لو اضفنا لها بعض الكلمات من نفس synanoms بيكون استطاعنا نلخج بمعطع الاقل 100 كلم الى 150 كلمة هادا بخصوص بس مثلا هادا الكورس لو اضفنا تقدر تستعين بالكورسات لاي اقل لاي حق الbeginners تستفيد اكثر وتكون عندكم محاصلة من الكلمات اكثر و اتمنى تكون تحفظوا الكلمات ستساعدكم في و اتمنى تحفظوا و شكرا و شكرا اشتركوا في القناة